حكومة أقليم كردستان العراق ما تزال تنتظر رد الحكومة الاتحادية في بغداد لبدء الحوار معها يأتي هذا بعد أن أرسلت رسالة إلى حكومة العبادي تؤكد فيها على الإبقاء على حصة الأقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17% حسب الاتفاقيات السابقة بين الطرفين لكنهم لغاية الآن لم يتلقوا أي رد أيضا حكومة الأقليم اتهمت العبادي أيضا بالعمل على إلغاء الكيان الكردي والتعامل مع الأقليم على أساس المخافضات بغداد من ناحية تريد أن تقول للمواطنين بأنها ستؤمن لكم الرواتب ومن ناحية أخرى أرسلت مشروع موازنة إلى البرلمان ليس فقط لا يضمن رواتب الموظفين وإنما استخدمت بعض المصطلحات السياسية تلغي كيان أقليم كردستان تصريحة بارزاني جاءت عقب اجتماع له مع وزرائه لبحث مشروع الموازنة الاتحادية الذي وصفه بأنه أسوأ مسودة في تاريخ العراق لافتا إن المصطلحات التي وردت فيها تضر بالعلاقة بين الحكومتين الاتحادية والأقليم منتقدا دور الولايات المتحدة الأمريكية في عدم مراعاة التوازن بين بغداد وأربيل حسب وصبه عقدنا عدة اجتماعات مع السفير الأمريكي وبحثنا مطالبنا وهي تقول في بياناتها الرسمية أنها تريد حكومة أقليم قوية ولكن الواقع الموجود لا يعبر عن آرائها ولغاية الآن نتصور إن أمريكا تدعب بغداد أكثر منها ولا تحافظ على التوازن بيننا يجب البدء بحوار سياسي لحل المشاكل العالقة بين الطرفين هذا ما يؤكد عليه المراقبون الذين يعتقدون إن هناك العديد من الملفات بقيت معلقة منذ زمن بعيد وإن تأخيرها سيلقي بتبعاته السلبية على البلاد بأجمعها موضوع الميزانية، موضوع النفط، موضوع المناطق المتنازع عليها تحتاج إلى حوار صريح ومباشر بين القيادة الكردية المتمثلة بحكومة أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية وإن تأخير هذا الحوار لا ينفع أي من الطرفين بعد أن ألقت حكومة أقليم كردستان الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية وطالبتها في البدء بالحوار فإنها أيضا أمام استحقاقات سياسية تتمثل في إرسال وفد يمثل كل الأطراف الكردية المشاركة في البرلمان والحكومة حميز زيباري الحرة أربيل